كذلك من اليمين أن يقسم على غلبة الظن فهو رأى فلانا ظنه أنه فلان فقال أقسم بالله رأيته فتبين له أنه شبيها له تبين له أنه شبيه له هل علي كفارة؟ جواب لا وقد أقسم بعض الصحابة بين يدين يصلوا على أمور مثل هذه وما ألزمه بالكفارة لأن هذا يسمونه يش يمين على غلبة الظن وظنه أنه صحيح كلامه شكرا